من ضمن المشاكل بردور بتولي الستاتة هي موضوع البطن بعد الولادة فعجلونا ان احنا بنتكلم على الحمل من اول فترة كام تقدر ان حضرتك تجري عملية شد البطن بعد عشان لا يحصلش التراهلات اللي احنا نكون عارفينها كان في فترة كده كان فيه ترند ان فيه سيدات بيتحب تعمل عملية شد البطن مع الولادة بس للأسف ان هو دي ما بتبقاش نتيجة كويسة عشان البطن بتبقى متمددة جامد والتراهلات هنا بتبقى صعب ان احنا نحدد الكمية اللي احنا محتاجين نقص فيها الجلد فعمرنا ما بنوصل له النتيجة الكاملة المية في المية زي ما ندي فرصة لي السيدة دي لمدة ست شهور او لسنة على بال ما يكون الجلد انكمش ورجعت البطن دي وضاعها الطبيعي فدايما بيقول مبدئيا ست شهور ست شهور دي بقى مناسب ان هي خلاص العضلات في النسبة كبيرة رجعت الوضاعها الطبيعي الجلد ثبت على وضع معين فهنا ممكن نبدأ من بداية من ست شهور نبدأ نفكر في عملية شد البطن وكمان بننصح انها تكون بعد اخر ولادة عشان ما نجيش نعملها وبعد كده يحصل حملة تاني الحملة دي يمدد الجلد فتبقى عرضة ان ايه دخلت فترها هو الجديد فدايما بنختار ان هي بعد اخر ولادة ونكون خلاص نقررين احنا بعد كده نمشي على وسيلة من وسيل منع الحمل وبعد سبت شهور من الولادة ممكن ان شاء الله بالسلام هنقدر نتقرر نعمل عملية دي وحتى كمان لما ديني نفكر الولادة اساسا دايما بنحكم على الدكتور الشطر في الولادة انها بيعمل الولادة بسرعة لكن عملية شد البطن مش عملية بسرعة دي عملية فيها حسواكة وفيها فانيشينج وفيها قفل جرح والجرح طويل شوية صعب ان احنا نعملها يعني ولادة ممكن تاخد لها من ربع ساعة لنص ساعة عملية شد البطن تاخد لها من ثلاثة لأربع ساعات طيب واحنا بنضيف على الولادة وقت كبير مالوش لازمة الام كانت تعبانة وفترة حمل وارهاق ويعيني مستنية اللحظة دي بفرع الصب تبقى هي مرهقة ونحنا نرهقها اكتر صعب جدا خاصة هتبقى مركزها في حاجة تانية الكيرو بتاع البيبي الرضاعة كمان بعد شد البطن هتمشي على ادوية الادوية دي ادوية فيها تورم فيها مسكن فيها انتبيواتيك فيها 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 فمش زي القيصرية القيصرية ممكن انشور تايم يعني ناخد ادوية وبعلا نوقفها لكن شد البطن ممكن نقعد ادوية لفترة شوية فمش مناسب ان احنا ندخل اتنين في بعض ندخل عملية ولادة بوقت تاني بمجهود بادوية مع عملية تجميلية دي محتاجة فن ومحتاجة تبقى احنا مرتاحين وريلاكست والعملية نفسها الظروفها محتاجة نبقى احنا يعني بنحسوك في العملية عشان نطلع شكل كويس قوي فلو دخلنا الظرفين مع بعض ما اتقيتش ان ده مناسب دي عملية طريقة ودي عملية اصلا زي ما قلنا عملية يعني كده دلع فالظرفين ما ينفاش يدخلته مع بعض فدايما نقول ان احنا بعد 6 شهور من الولادة هيكون الوقت المناسب ان احنا نعمل فيه شد البطن بعد 6 شهور دول عادي من الست اللي عملة سيزيريان تعمل شد بطن؟ نعملنا شد للاجناب فيبقى احنا كده شدينا البطن كامل واخدنا الاجناب فبنقول دايما جرح التاميتاك او شد البطن بيبقى من العظمة للعظمة يعني اطول من القيصارية لكن في نفس الليفل بتاع القيصارية بل بالعكس كمان ممكن نبقى اقل من الليفل بتاع القيصارية عشان نضمن ان الجرح يبقى تحت قوي في منطقة البكيني والجرح التامية القيصارية يبقى ايه يبقى تاخد او لا لا يعني تشال مع الجلد الزيادة فيبقى احنا كده نزلنا الليفل بتاع الجرح تحت فما يكونش ظاهر ويكون تحت خالص من الداري في منطقة البكيني